السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله نكمل النوع الثاني من انواع البرامج الطبيعي. كنا اتكلمنا قبل كده عن الاثراء. وقلنا ان الاثراء له طرق تبع جدا وهي منها ان احنا ممكن نقدم داخل الفصل العادي. ممكن نقدم في فصل خاص بالمتفوقين. عندنا كمان نوع اخر منه هو التدريس الفردي. فيه كمان المدارس الخاصة بالموهورين ومتفوقين. وطبعا بدأت تنتشر اه في مجتمعاتنا العربية. المدارس الخاصة بالموهورين والمتفوقين. مع ان في بعض يعني البعض بيشجعها والبعض بيقول ان احنا نسيب المتفوقين والموهورين داخل مدارسهم العارية. اختبع عن اختلافات في الاراء. وكلها بتبحث عن الافضل بالنسبة للمجتمع العربي. طيب. عندنا انواع البرامج التربوية والنوع التاني منها. نتكلم عن التسريع. والتسريع اه بنزود الطفل المتفوق بخبارات تعليمية تعطى عادة للاطفال الاكبر سنا. يعني هو اه سنه اقل من العاديين بس بندله نفس المناهج. يعني هو مسلا ممكن يكون في الصف الثاني. بنعتله مناهج الصف الثالث او مناهج الصف الرابع. وده بيعني التسريع. هو تسريع المحتوى التعليمي العادي. نبكز على تسريع محتوى التعليمي العادي. وبيكون للاطفال الاكبر ايه? سنا. جميل? اول شيء بيساعد على عمورات تسريعه للتحاق المبكة بالمدرسة. يعني بدل ما يلتحق على سن ست سنوات. نخليه يلتحق على سن الخمس سنوات. وبصراحة انا بشوف ان من الافضل ان كل طفل ياخد وقته في 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 الطفولة وفي اه التعليم. يعني اه طبقا للسن اللي هو نلاحظ ان هو يبدأ فيه المدرسة ونبدأ ان احنا اه يعني لو هو عنده قابلية من سن الخمس سنوات اوكي ماشي ممكن ان احنا ايه نبدأ معه. ولكن لو من اه افضل ان احنا نسيبه على سن ايه? الست سنوات وهكذا. طيب كمان في عندنا نوع تاني وهو تخط الصفوف وهو التفاعل استثنائي وتم فيه اه ان الطفل الموهوب او المتفوق بينتقل على صفوف اعلى من اللي مفهود ان هو يكون فيها. انا زمان او قلت انه ممكن يكون في الصف الثاني الابتدائي. واننا نخليه يكون في الصف الثالث الابتدائي هيكون عنده القدرات والامكانيات اللي تساعدها لكن. تقصير المدة الزمنية المدرسية ان بعضه هي قريبة من النوع اللي فات ان احنا اللي هيدرسه في خمس سنوات او ست سنوات في المدرسة الابتدائية لا يدرسه في اربع سنوات وهكذا. نقصر للمدة الزمنية ايه المدرسية. فيه كمان الانتحاق المبكر بالجامعة. ان احنا ممكن ندي له مناهج الجامعة. اه في سن قبل السن المعتاد. ونستطيع ان احنا ايه نتعامل معاه في هذا الشكل لو هو عنده القدرات اللي ايه تساعده على ذلك. فيه الالتحاق المتزامن. ما بين انه يدرس مناهج السنوية العامة ويدرس مناهج كمان ايه الجامعة. الاتنين. واشا احنا شوفنا حالات موجودة على اليوتيوب وان الطلاب اللي في امريكا مسلا اوفا بعض الدول في اليابان وهكذا. وفي دول كتير جدا. وان هما ممكن ان طالب عنده مثلا خمستاشر سنة وهو خلص الموحلة الجامعية وقدواته مساعداه على ايه? على ذلك.